أهلا بكم مرة تانية ورجعنا للستوديو وهنستعرض الصحافة الصادرة النهاردة اليوم لتنين خمسة سبعة عشرين واحد وعشرين نستعرض أو نستعرض؟ نستعرض مع بعض نبتدي بي الأهرام وبوابة الأهرام الإلكترونية كتبت عن حدث مهم جدا بما أننا خلص أيام فاضل إسبوعين إن شاء الله تقريبا على وقفة عرفات تحديدا نهاردة فاضل إسبوعين هي المفترض بشكل فلك يوم تسعتاشر إن شاء الله هذا الشهر كل سنة وحضراتكم طيبين تقبل الله كل طاعتكم اعتمد وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود بن نيف بن عبد العزيز الخط الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لإقامة مناسك حج هذا العام وفقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا كمان مدير الأمن العام السعودي الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي أكد في تصريح إن الخطة بتأتي تنفيذة لتوجيهات خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وذلك من أجل توفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام ووضح إن الخطة راعت الجوانب الأمنية والتنظيمية والمرورية والإنسانية بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة السياسية الرامية أو السعودية الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم وعبدتهم بأمن ويسر وطمأنينة أخبار اليوم كتبت عن ترأس دكتور مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين طبعا كان فيهم دكتور هالة زايدة لاستعرض التقرير حول آخر مستجدات فيروس كورونا والموقف الوبائي على مستوى المحافظات ومعدل التغير في أعداد الإصابات الأسبوعية يعني خلال الاجتماع سريعا كده هم استعرضوا التقرير طبعا والموقف الوبائي وصلطت وزيرة الصحة الضوء على اجتماع منظمة الصحة العالمية لبحث إمكانية وجود مجمع للتصنيع بكل إقليم والتي تم خلاله استعراض موقف اللقاحات عن إقليم الشرق الأوسط أو الشرق المتوسط ونحن علينا وقف الحقيقة ونافذة هاتفية عن الموضوع هذا تحديدا واجتماع مجلس الوزراء طيب نشوف الخبر لبعده استقبل جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عدد من العلماء والمثاقفين والبحثين من أبرزهم سيد دكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ودكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العلمي على أرواحة الأزهر ودكتور نهلة الصعيدي عميد كلية العلوم الإسلامية للطلاب الوفدين بالأزهر ودكتور سمير بودينار مدير مركز الحكماء لبحوث السلام طيب زار جناح المجلس فريق شباب صناع السلام ودي مبادرة أطلقها مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة الإنجلي كانية في لندن وضمت مجموعة من الشباب من الشرق والغرب بهدف إشراكم في جهود السلام والحوار بين الأديان والثقافات وبيشارك المجلس بمجموعة من الإصدارات الحقيقة والكتب في الفكر والتراث والثقافة الإسلامية إضافة إلى مؤلفات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور طبعا أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين من بينها كتاب أداب وقيم وكتاب القول الطيب اللي بيجمع خطابات فضيلة الإمام وكلماته في العديد من المؤتمرات والأحداث الدولية نروح بقى يعني المعرض عشان الحتة الجميع أنا بحب قوي الحاجات نروح المعرض طبعا أهداف كثيرة الحقيقة ده أحدها اتفضل اليوم السابع اليوم السابع فيه عنوان بيقول وده برضو هنتوقف أصاده بالتحليل يعني باللقاء التليفوني التعليم بتغلق تطبيقات تابلت ثانوية وبتتيح تسجيل الحضور والاطلاع على الكتاب لأن وزارة التعليم قررت إغلاق التطبيقات الموجودة على جميع أجهزة تابلت الخاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي وترك تطبيقات تسجيل الحضور والاطلاع على الكتب بطريقة PDF فقط واستقبل الطلاب رسالة أو المفروض يعني هكذا تؤكد أنه تم غلق جميع تطبيقات التابلت وأصبح الجهاز هدف هو تسجيل الحضور داخل اللجنة والاستعانة بكتاب الوزارة بطريقة PDF وده مهم للغاية عشان خاطر نكلم يعني في امتحانات الفمية العامة هذا طبعا هم عايزين يقللوا من محاولات الغش طبعا كما هو واضح يعني وهنعرف طبعا بالتحليل والتفاصيل بعد شوي ترجمة نانسي قنقر